موسيقى سعد الله مساءكم بكل خير أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج هنا الخبر موضوعنا اليوم ربما سيكون مختلف عن بقية المواضيع التي نتابع فيها الأخبار بشكل آني لكن الأحداث والأخبار التي تتوافد أو تتواتر خلال الأيام الماضية عن المنظومات الكروية المالية والاستقلالية والعمل الإداري بشكل عام لكن أمكن أثبتت المنظومة الكروية الألمانية في زمن ما بعد كورونا أنها من الأثبت والأكثر استقرار بين نظيراتها الأوروبية من ناحية السيطرة المبكرة على أثار الجائحة أو الثبات المالي أو كذلك وجود مشاريع طويلة الأمد وخطط عمل مستقبلية مدروسة عند معظم الفرق الألمانية وصولا إلى مشاركة الجماهير في القرارات الكبرى لأنديتها في المقابل كيف تستفيد أنديتنا من التجربة الألمانية وكيف يتم العمل على أرض الواقع هو العنوان الأبرز لحلقتنا الليلة من هنا الخبر فابقوا معنا إذن موضوع مهم وعميق وفي تفاصيل كثيرة أبدأ معك أستاذ رايد إذا كان نستطيع أن نتفق أنتم كضيوف وأن يكون مسار الحوار لنتحدث عن كيفية استنسخ هذه التجربة لتطبيقها في منطقتنا وما هي المعوقات التي تعوق دون تطبيق هذا الأمر يعني يكون حوارنا في هذا السياق لأن الاستعراض التجربة الألمانية بمختلف تفاصيلها أو استذكار تواريخها الماضية قد لا يفيد بقدر فائدة كيف ينعكس ذلك أو كيف نطبق لذلك خليني أسألك بدءا كمقدمة كيف تفردت التجربة الألمانية واستطاعت أن تفصل بين العمل الإداري في الجانب الفني أو الجانب التجاري بخلاف ما يحصل عندنا إدارة وحدة هي مسؤولة عن كل شيء نعم التجربة الألمانية بغنى عن التعريف أنها تجربة ناجحة جدا وقد أثبتت ذلك من خلال الأكاديميات خاصة الإدارة الأندية لنشرح بعض الشيء للمشاهدين الذين يتابعون بالمرة الأولى هذا الفصل وهو موضوع شيء جدا ومهم جدا لكي يفعموا الفارق بين التركيبة ومنظومة الأندية الألمانية والأندية الإنجليزية أو غيرها من النوادي في العالم أو حتى هنا في أمريكا الشمالية في ألمانيا النادي لا يقرر سياسات كرة القدم سياسات كرة القدم الفنية والتقنية والمالية هي ضمن شركة واضحة المعالم بمجلس إدارتها برئيسها أو المدير العام ومعه مجلس إدارة سنشرح الأمر النادي في ألمانيا لنأخذ مثل باير ميونيخ باير ميونيخ في ألمانيا لديه ألعاب من كرة سلة إلى كرة يد إلى ألعاب فردية ألعاب قوة وغيرها هذا هو النادي مع رئيسه رئيس للنادي كهيكلية كممهومة شركة باير ميونيخ كشركة لكرة القدم يديره كارل هينز رومينجا أو تشيرمن مع مجلس إدارة ترعى شؤون الفريق المحترف الفريق الأول والفريق الثاني الفريق الرديف والأكاديميات لحد العمر 15 سنة ومفوق يعني اللي إلا حق التوقيع هذه هي المنظومة التي نراها في الملاعب اللي هي نادي كرة القدم لباير ميونيخ وهذه حسابات النادي الربح والخسارة المادية وإدارية نشوف يعني مين على معهد الاحتياط من حسن صالحا مدذيش إلى الرئيس إلى ما هناك من تركيبة لا يتدخل النادي في الشؤون الكراوية إلا فقط من خلال أمور محددة يعني كيف يمثل النادي في إدارة الشركة هناك مجلس إدارة للشركة يضم ممثلين منتخبين من قبل الأعضاء أعضاء النادي ينتخبون أعضاء اللي هو البورد للنادي بورد النادي ينتضي باثنين أو ثلاثة حسب النظام الداخلي للنادي ليجلسوا على طاولة الشركة هؤلاء يراقبون عمل الشركة لا يتدخلون إلى صرفة الشركة أو نحن من قبله هنا النادي بس هو مش النادي هو الشركة إذا صرفت خمسين مليون لليروي ساني أو سبعين مليون للكومن أو غيرها لا يتدخلون يتدخلوا في القرارات المصيرية مثلا إذا كان النادي يريد أن يغير سياسة الاشتراك للمناصرين إذا كان يريد أن ينقل مقره إلى مدينة أخرى أو يريد أن يشيد ملعب جديد أو ينتقل من ملعب إلى ملعب آخر هالأمور الكبير المصيرية اللي تدل عن ثقافة وتاريخ وارتباط بالجمهور هاي دي بيتدخل فيها من دبون نادي كدور رقابي دور رقابي نعم لقي يحفظوا ما هي النادي إذا صحب تعبير أو إذا بدك هوية النادي أو تاريخ النادي لا يتدخلوا بالأمور الإدارية ومن يلعب ومن لا يلعب ومن سنشتري ومن لن نشتري لا يتدخلوا في هذه الأمور لأن المحاسبة ستكون الهيئة الإدارية للشركة قبل أن تكون للنادي في نهاية الأمر الموضوع بعيدا عما سأتعزو في الجماهير أو حضورها والكثافة المعروفة في الكرة الألمانية في مختلف درجاتها خلينا نبدأ بشكل مختصر وبسيط نوضح للمشاهدين ما هو قانون 50 زايد 1 لنتفرع بعدها بشكل سريع القانون 50 زايد 1 أحد بطريقة كتير بسيطة أنه أنت بحال انتلكت كأسهم بالشركة حكينا بأول حلقة بأول برغامج على قصة الشركة منفصلة عن النادي بطريقة إدارتها وميزانيتها وإلى ما هنا لك هالشركة هذه فيها مساهمين ممكن مثل ما تفضلتوا بالذكرى مثل أديدس وآليونز وآودي بيملكوا 8% 8% والباقة بيملكوا النادي ولكن حتى لو بيملكوا 60% من الأسفل لا يستطيعوا أن يفردوا عندهم لا يستطيعوا أن يفردوا أكثر من 49% من التصويت يعني المنتدبين من جمهور النادي أو من أعضاء النادي يملكون حق الفيتو حق النقد يعني بعبارة أخرى أنا ممثل بلجنة الإدارة بالبورد طبع الشركة حتى لو أنا حاطت فلوس شاري 60% من الأسهم أو 70% من الأسهم لا يحق لي التصويت بالقرارات أكثر من 49% يعني هن عندهم 50 زائد واحد يلي هن منتدبين من طرف النادي هذا من مفتصر مفيد بالمقارنة مع الأندي الإنجليزية أو الأمريكية مثلا الأنديد الأنبي آي أو الأمريكين فوتبول أو قرة القاعدة البيسبل في مالك في فرانشايز أنا مالك النادي مثل بإنجلترا أبراموفيتش مثلا مالك تشيلسي في عين لقلك أو في عين حسن مدير النادي أو مدرب النادي وبيعمل بدي في ينقل النادي فيقول أنا تشيلسي بدي ينقلوا ما بدي تشيلسي بلندن بدي ينقلوا حطوا بمانشستر في يعملها بينما بألمانيا شو بيعمل الجمهور أو المنتدبين من الجمهور بيعملوا حق الفيتو بيقولوا لا أنا برفض هالأمر هذا بيبقى النادي بمدينتي هل هذا نعكس على الحضور؟ ممتاز وضحة الصورة هل نعكس على الحضور؟ هل هو أهم أسباب حضور الكثيف للجمهور الألمانية؟ ومم في أسباب أخرى؟ لا في أسباب أخرى هل له حسناته وغير سيئته هم بين هلالين بيقول أنه الخمسين زائد واحد له حسناته أنه يحفظ مثل ما قالنا ما هي في النادي روحية النادي تاريخه إلى ما هنالك ولكن المساوء عم بيهرب المتمولين يعني المتمول بيقول لك أنا ما بدي أجي حط 200 مليون 300 مليون اللي هن بأوروبا ببلد لا أستطيع أن أقرر فيه بنادي لا أستطيع أن أقرر فيه السياسات الكبيرة والخطوط العريضة الآن بخصوص الجمهور بألمانيا الجمهور قضية شوي متشاعدة وبسيطة بنفس الوقت الجمهور يتبع النادي ولا يتبع اللاعبين يا أخي نحن عم نعمل خطأ كبير بالدول العربية نحن منفكر أنه إذا جبنا لاعب أو لاعبين أو ثلاثة وبدنا ننفس علاقة بيجي الجمهور وبيحضرنا الجمهور بالسراء والضراء إذا كنت أنت مشجع لفريق ما رح تروح تنقل فريقك تصير مشجع بلاستيكي تقوله بلاستيك فان تنقل فريقك إذا كنت مشجع للنصر أو للهلال أو للأهل بالسعودية أو بيدوباي أوكي وتنقل بعدين تصير لأم جاب لاعب منيح فريق الثاني تروح تنقل تصير مشجع للفريق الثاني لا الجمهور يتبع النادي لأسباب تاريخية لأسباب جغرافية أنا ابن المدينة أنا عايش هون أهلي وجدي عايشين بالمدينة ما رح تشجع النادي المنافس بالمدينة المنافسة عندك أمور كثيرة بتلحق الجمهور مشان هيك ما نشوف لهذا السبب الجمهور بالدرجة الثانية والدرجة الثالثة بألمانيا بتشوف 30 ألف 40 ألف بالملعب بكل فهولة وليس فقط بالدرجة الأولى السببب الثاني ألمانيا بدأت اشتراكي شوي بمفهومه ما بيصعدوا حق التذاكر بدون الجمهور يجي العائلات للملعب مش متل بإنجلترا بيحطوا 70 باوند و80 باوند تمنة تذكرة بألمانيا لازم البي يجي مع أولاده متل بإسبانيا يحضر المبارات بمقدوره بـ 50 أو 60 أو 70 يورو يجي مع ثلاث تذاكر مع ثلاث أشخاص بدون الجمهور يكون بالملاعب متل دورتموند ومتل شالكي كلها مباعة سلفا المباريات من أول موسم جميل جميل استكمال لحديث حسن يمكن التجربة السعودية مع أعلان وزارة الرياضة في هذا الموسم استمرار الدعم الحكومي اللاندية لكن وضعت شروط وأن الموضوع لا يقتصر فقط على فريق كرة القدم في رقابة ومتابعة هل هذه خطوات في المسار الصحيح للوصول إلى تجربة ناجحة في منطقتنا شبيهة بالتجربة الألمانية أم في أمور أخرى يحتاجون لتطبيقها للوصول إلى شكل ناجح للعمل أريد أن أعقب لو سمحت لي قبل على كلمة الأستاذ حسن لإيله مية بالمية صائب وأريد أن أزيد شيء بخصوص تشريعه وخصوص القوانين الصارمة حتى من أعاده صياغة القوانين أو إذا بدك الهيكلية الألمان مش عايب أنك تتعلم من نجاح الأخرين كان صائبا عندما ذكر الأستاذ الكريم أنه كان في خيبة أمل ماذا فعلوا الألمان بعد هذه خيبة أمل ذهبوا ونظروا إلى السستام إلى المنظومة الفرنسية والهولندية وأخذوا الأفضل وعملوا أدابتيشن عملوا إعادة تدوير للأمور لا تناسب المجتمع الألماني وكرة القدر الألمانية وحققوا النجاح الهائد أستاذ رأت في سنة 2001 كان في ناك بعثة من الاتحاد الألماني ذهبت إلى البرازيل إلى إيطاليا إلى إسبانيا إلى أفريقيا إلى آسيا ليخرجوا بما هي نواقص الكرة الألمانية ماذا يوجد في ألمانيا وماذا لا يوجد في ألمانيا حتى يخرجوا بدراسة جدوى تنفع الكرة الألمانية أتوقع في 2000 أو 2001 وأنت أخبر في هذا الرعاية صح ولكن مضبوط الألمان منظمين جدا أنتم تعرفوا الطريقة يقولون المكينة الألمانية المكينة ليس فقط سهلة القدم في السيارات وفي الهندسة وفي التنظيم في كل شيء لكن الأقرب إلى النظام الألماني كان الحديث أخذوه من فرنسا وهولندا النظام الناجح في الأكاديميات ومراقبة الاتحاد يعني بتعرف مثل منظومة أجكس أمستردام وأيند هوفن والمنتخب الفرنسي بكلاد فونتان وهالنظام بالمحصلة أريد أن أقول شيئا ثانيا طبقوا فرضوا ليس طبقوا وفرضوا بالقانون كمان اللاعبين الألمان في الدور الألماني إذا نظر لكي نقارن يعني نحن نستطيع أن نستخلص العبر من المقارنة الدور الإنجليزي في قمة الدور الإنجليزي لم يستطع أن يفوز في كأس العالم ولا في كأس أوروبا المنطخب الإنجليزي لماذا؟ لأن اللاعبين الإنجليز ما زالوا حتى الساعة يجلسون على مقائب الإحتياط وليسوا لاعبين يصنعون الفارق الأول في الأنديا الإنجليزية وهذا ما حصل مثال صارخ أرسنل عندما أحرز بطولة إنجلترا دون خسارة ما ذال الرقم القياسي حتى الساعة من حوال خمسة عشر عاما أحرز بطولة إنجلترا دون خسارة لعب بضعة مباريات بدون أي لاعب إنجليزي على سكورشي نتذكر ذلك جيدا 16 لاعب 16 لاعبا ليس لاعبا إنجليزيا واحد بينهم عدة مرات الألمان فرضوا ثمانية لاعبين في المنظومة الزريبة لا تستطيع أن تخوض المباريات دون أن يكون على سكورشي عندك ثمانية لاعبين وعندك أربع لاعبين أقله من خرجي الأكاديميات النادي هذه الأمور كثيرة لننعقب على السؤال لا سوري لنرد على السؤال يلي طرحت وحضرتك في أمور هيكلية من فوق الهرم مضبوط بدت العمل وفيه يجب العمل على القاعدة على القاعدة لا ليس فقط من المشكورين الحكومات التي تدخ الأموال والمتمولين وغيره وهلأ نحكي عنه فوائدها وسلبيتها صحيح ولكن على مستوى القاعدة ماذا تفعل إذا استقطب مرة واثنين وثلاثة لاعبين محترفين وبعدين إذا ما عندك أنت لعبين ما عندك أكاديميات عم تخرج اللعبين بالنادي من أين ستأتي هذا الخزان سينضب خزان الفلوس أو خزان الانتقالات سينضب والجمهور مش جمهور القاعدة الممارسة يعني تعطيك مثل صغير مثل كتير واضح وبسيط جدا الصين الشعبية الولايات المتحدة الأمريكية الهند أكبر دول العالم يعني أمريكا والصين أغنى دولتان بالعالم أين منتخب الرجال في كرة القدم لماذا؟ لأن ليس هناك عدد من الممارسين عند الشباب والأطفال انظر إلى منتخب السيدات في الولايات المتحدة الأمريكية يحصد كل الألقاب تقريبا لماذا؟ لأن هناك ملايين من الممارسات من الفتايات ما دون 12 سنة يتدرجون وفي الأكاديميات وفي المخيمات الصيفية وإلى ما هناك انظر إلى فريق السيدات يستطيع أن يفوز ممكن على فريق الرجال في الولايات المتحدة الأمريكية هناك أمثال انظر إلى الأورجوين انظر إلى كرواتيا إلى هولندا أربع ملايين نسمة أربع ملايين شخص في كرواتيا أربع ملايين أو خانس ملايين في الأورجوين إذا لم أكن مخطئا منتخب الأورجوين ومنتخب كرواتيا ومنتخب هولندا وغيرها من البلدان الصغيرة أقوى المنتخبات تحتاج أن تفوت لماذا؟ لأن هناك ممارسين على مستوى القاعدة على مستوى الأكاديميات هذا العمل يجب أن نحصل لجراس روتس يعني هو قاعدة الهرم أستاذ حسن إذا كانوا نشرككم في هذا السؤال اللي تابعنا في هذه الحلقة ربما أو حتى إذا طرح هذا الموضوع في أي مجلس يقول لك أنه ممتاز وجميل وكلام حلو عن الكرة الألمانية ونظامها لكن في النهاية نحن لا نرى بايرم يونخ هو الذي يسيطر على 90% من البطولات لأندي الأخرى أشبه بخزان لتوريد اللاعبين لبايرم يونخ البعض يتحدث على أنه يمكن دوري ممل رغم وجود هذه الأنظمة لماذا لا ينعكس هذا العمل الاحترافي على شكل الدوري على الأقل إذا ما تحدثنا على أن بايرم يونخ يحقق البطولات القارية والمنتخب أيضا يحقق البطولات المختلفة لكن بقية الأندية أين هي؟ سيطرة من بايرم يونخ في ألمانيا ولكن هذه السيطرة هناك مغنوطة يعني خطأ شائع بين الصحافي والعالم انظر إلى أخر 20 سنة في إنجلترا منفازة بالدور الإنجليزي أربعة أو خمسة أندية انظر إلى أخر 20 سنة في إسبانيا منفازة غير ريال مادريد برشلونا ومرأة أتليتكو مادريد صحيح انظر إلى فرنسا هولندا بورتغال إيطاليا كلها نفس الشيء بورتغال بنفكا وسبورت انجليش بون بفرنسا سبع سنوات ليون متتالية وبعد منها سيطرت باريسان جيرما كمان سبعة مادريد اليوفي في إيطاليا صحيح هناك خطأ شائع بكل أنحاء أوروبا بإسبانيا إذا شلنا هالناديان العظيمين ريال مادريد وبرشلونا من بنفس بأوروبا حتى أتليتكو مادريد بالمناسبات ما نفس الشيء يعني ما نجي نظلم أو نجلد الأندية الألمانية لأن بايرميونيخ ناجح بإدارته بايرميونيخ إداري ناجح جدا عنده إداريين وهنا الفارق في أندية ما رح أظلم حدا بالدول العربية من عنا وجري من لبنان وطلوع للخاكيج العربي في إداريين مثل ما قال بارتي فكس بألمانيا لا يفقهون بشؤون كرة القدم والإدارة محطوطين بمراكز لأنهم من جهات معينين من جهات معينة أو شكر لأنهم أو هن عم يدفعوا فلوس أوكي أنا بفهم إنه هو متمول بده يكون بموقع القرار بس إذا أنت بدك تشتر بالشغل مضبوط أوكي في منظومة مركبة بالألمان تنرجع نعيد لألمانيا والتشريعات التشريعات من وين تجي الأندية ارتكاثا على تجربة في جمعية عمومية أنا لما كنت بألمانيا دعيت على جمعية عمومية لأندي الدرجة الأولى والثانية اللي هي الرابطة الألمانية بتروح بتصوت وبعتولنا كتية بالألمانية عادت أنا زملائي أنا بصون شوية ألماني بالزملائي عادوا يترجموا شو بدون يغيروا أي بنود نظرا للتجربة السابقة بالسنة الماضية لأن كل سنة في جمعية عمومية تجي أنت بتقول أنا تجربتي بهالنطاء هيدا بالأكاديميات أو بهذا بدنا نغير هالقانون تطرحوا على التصويت بيتبني أو بيرفضوا الاتحاد ولكن بالاتحاد صار في ناس متفرغين ونعم صار في تغيير بالاتحاد الألماني كان كان اتحاد تقليدي واتحاد ما كان في درجات رابعة ثالث ثانية أولى من 20-30 سنة نظموها أكتر صار في ناس متفرغين محترفين وراحت الإدارة الأديمة الهالكة إذا بدك المتهالكة بالأحرى راحت هرهرت صار فيه فوج جديد صار فيه روحه نفحة جديدة هي نفحة الاحتراف والتنظيم نفس الشي لازم نعمل نحن ببلداننا العربية وبالدول الخليجية الدعم مشكور من الدولة ولكن يجب أن يكون محدد بأطر معينة ويكون في دعم مستدام يعني أنا بيجي بصرف هلأ 10 ملايين برهم أو الريال أو 20 مليون بس بحطهم بالموقع المناسب مش بصرفهم بروحوا الاتحاد بحطهم لمبارف لحكام أجانب يا أخي بعمل دورات تحكمية ظل بصير عندي أنا حكام بعمل دورات تدريبية صير أنا عندي مدربين مش بيجي مدرب برازيلي بياخد 10 مليون دولار بالسنة مثلا وبفل كمي سنة هالأمور هيدة أنا بنظري حرام لازم المتمولين والاتحادات تصرف الفلوس والدولة مشكورة تصرف الفلوس بطريقة مدروسة أكثر وطريقة تقصد أنه يفرضون على الأندية تقصد يفرضون على الأندية لأنها تعطي النادي والنادي يتصرف فيها المفترض أن يكون هناك تدخل كيفية الصرف أو تقنين ويكون فيه تجريعات هذا اللي تقصدها ما هو it goes hand in hand شو بيقولوا بيجي تيجي سوى يعني أنت كاتحاد لما تيجي تعمل إعادة تنظيم أو إعادة هيكلة أو إذا بدك نفضة نيح للقوانين أنت لما تيجي تحط قوانين تفرض مثل ما قلنا تنعطي أمثال حسية للجمهور يعرف عن شو أمر أنت لما تيجي تقول للنادي مفروض أنت مجبور تلعب بعشر لعبين سعوديين من أصل 15 أو 16 على لائحة المباراة ما بيقول فيه روح يشتري 5-6 لعبين يحط حقهم كل لعيد 5-6 ملايين بيقول لك أنا مجبور طلع لعبين سعوديين ما فيه هذا القانون بسغلية وإلا ما بيخذ الرخصة لما يقول لك مجبور يكون عندك بالأكاديميات 80% مثلا 80% مدربين سعوديين أو إماراتيين مجبور تروح تصرف فلوسك على تأهيل المدربين اللي عندك بالأكاديميات وبتمضي معهم أنه أنا يا خي بعمل لك دورة وببعثك إذا بدك على ألمانيا على البرازيل بس بتمضي بتبقى معي سنتين ثلاث سنين خمس سنين اللي هي مجبور يتبع هالنظام هذا بيصير قانون ونفس الشي بالبطولات المحلية والجمهور هون ما نحكي بعدين إذا بدك منسوط به بس كمان هون النادي عنده عراقة وعنده تاريخ لا نتكلم عن نادي موجود هلأ سنة وسنتان وبعدين يختفي لأن ما عاد فيه فلوس لا النادي بالسراء والضراء موجود عمره خمسين سبتين سبعين ثمانين سنة بده يضل موجود يمكن هلأ يكون بمستوى عالي ويمكن يهضط مستوى مش مشكل كل الاندي بتطلع وبتنزل يعني أحسن بلدان العالم لازم يكون فيه استمرارية مش إذا أنا وقفت الدعم أنا متمول لوجه النادي الكريم بدي دل ندفع مصاري ما فيه منظومة عم تبرم لازم تجيب مصاري وفلوس تا يضل النادي مستمر جميل جميل خليني أحدثك عن الجزء الآخر يعني بعض الاندي تتحدث على أنه ليس من المفترض دائما القرارات الأخبار التي ترد هذه الفترة من إنجلترا بأن ليفر بول ومانشستر يونايتد تقدموا باقتراح إلى تقليص عدد الفرق في البريمير ليغ من 20 إلى 18 وفيه تدخل بشكل عام يعني هذا مثاله فيه أمثلة سابقة على أن للأندي يدور في رسم خارطة الطريق بالنسبة لكرة القدم كيف ممكن هذا الشي يحصل عندنا في أنديتنا وأنها ما تكون فقط مستقبلة للقرارات طبعا أكيد صانعة للقرارات لا ينتظم العمل إذا لم تكن الأندية صانعة للقرارات لأن الاتحاد من يمثل اتحاد كرة القدم بنظام سليم طبيعي يمثل الأندية صحي الأعضاء الاتحاد ورئيس الاتحاد يجب أن يكون يمثل الأندية ومصالح الأندية وهناك عاملين وذا بدك أساسيا مصلحة الرياضة بالدرجة الأولى ومصلحة الأندية والشباب واللاعبين هذا الهدف هل يترى فيه هدف آخر لا أعرف يعني مصلحة الأندية من جهة الإزدهار والتقدم والاستمرارية ومصلحة الرياضة ماذا تقول مصلحة الرياضة في الوطن أو في البلد إن كان بالسعوبية أو بالإمارات أو بغيره هما الهدفان الأساسيان لكل اتحاد يعني يجب على الأندية أن يكون لها صوت وهناك من يقول أنه صراحة حتى بأوروبا أنه الأندية الدرجة الأولى بتفكر بنفسها والأندية الدرجة الثانية مهملة أو الثالثة المهملة هون هنا يقع دور الاتحاد ويقيم على الاتحاد يحرص أنه تكون الميزانية وإذا بدك الميزان ليس لجهة أكثر من جهة أخرى لذا لنعطي مثل على مثل حسي الذي ستفضل فيه حسن من شوي أنه توزيع الواردات غير الاتحاد الألماني من أربع سنوات توزيع الواردات لم يعد توزيع الواردات العائدات التليفزيونية اللي هو الرقم أول بالواردات بإنجلترا وبألمانيا وغيرها لم يعد أنه أول بيأخذ هالأد ثاني بيأخذ هالأكثر معدل على خمس سنوات يعني أنا إذا كنت نادي صار لي منتظم بمنتصف الترتيب مثلا أو بأول الترتيب خمس سنوات متتالية أحصل على فلوس أكثر من أنه ليورو يعني صحيح مش مليون ومليونان مئات الملايين عم نحكي 800 مليون يورو تقريبا كان المحصول التليفزيون الألماني من سنتين يعني من سنتين تقريبا 2019 أو 2018 مني أكيد مظلوط بس 200 مليون يورو بإنجلترا عم نحكي عقد بأكتر من مليارين أو 3 مليارات تون يعني صحيح هكي القرارات بتكون أكيد من الأندي ينبع من تحت لفوق وإلا إذا لم يعكس الاتحاد بأي بلد مصلحة الأندي ومصلحة الرياضة هل هدفين الأساسيين اللي حكينا عنهم ماذا يفعل يعكس مصلحة من جميل جميل من أحد عيوب عدم امتلاك الشركات في ألمانيا لنسبة كبيرة أنه ليست بيأجاذبة للشركة إلى أن تأتي الاستثمار مبلغ كبير وهي لن تؤثر في القرار لكن ما يحصل عندنا في المنطقة هناك وجود للشركات كرعايات لكن أيضا لا وجود لقراراتها وتأثيراتها هل يجب أن يكون هذا الأمر موجود يعني مثلا في السعودية الأندي الكبيرة عندها على الأقل أربع رعاة لكن لم نسمع يوما أن هذا الراعي تدخل في قرار أو ساهم وشارك في قرار السؤال وجود جدا ولكن أريد أن أوضح شيء الخمسين زائد والحد هو بالتصويت وليس بالملكية يعني أنا كشركة أو كفرد فيني امتلك سبعين بالمية من النادي من أسهم مثل لايبزيك أعتقد من ريد بول مثل لايبزيك مضبوط سلط مية بالمية إجا ديتريخ ماتزيك اللي هو مالك مشروب الطاقة ريد بول الشهير إجا امتلك فيك تمتلك أنت كشخص أو كشركة سبعين ثمانين بالمية من أسهم الشركة اللي تملك فريق قرار القدم ولكن بالتصويت لا تمتلك إلا تسعة وارمين بالمية هذه المعضلة هلأ هذه شغلة مهمة كيف كيف بتهشل أو إذا بدك تبعد المستثمرين إذا ماشي الأمر منظومة ماشية ومكينة شغالة بطريقة مثل الأندية مناشحة مثل ما عطينا مثل باري ميونيخ وغيرها مانشستر يونيتد ليفيربول إلى ما هنالك ما في أي مشكل ولكن أين يقع المشكل لما بيصير في خسارة مادي المستثمرون لماذا يأتون إلى الأندية يأتون إلى شبابين أو ثلاثة يعني ما في شباب آخر إذا أنا أمني غلطان يأمل للربح المادي أو إذا بيحبوا الرياضة ويكون أفضل إذا أثنين سوا أو للظهور الإعلامي يحبا للظهور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبلك فريق لكرة قدم الأمريكية بأواخر السبعينات لسنة بعدين شايفها مانا أكلي طيب يتركوا لأن بيحب الظهور ويحب الإعلام يعني هذا واضحة الآن في نيث مستثمرين مثل لبرون جيمز اشترأتهم لبرون جيمز اللاعب كرة السلل الشهير اشترأتهم بليفيربول من حوالي عشر سنوات هلأ صارت تساوي عشر مرات أكثر لأن ربح لبرون بطولة أوروبا وربح بطولة إنجلترا يعني هناك الربح المادي بغية ربح المادي المستثمرون يأتون للربح المادي بإنجلترا مثل بأي أسقاع الدنيا كلها إذا لم يأتي الربح المادي لماذا المستثمر يجب أن لوجه الله الكريم حسني يعني لوجه الله ليس هناك من المستثمر يفعل حسني لوجه الله سنة واثنان وثلاتة إلا إذا كان هو جهة حكومية حابة بتصير هي الجهة الدعمة ولكن هذا نقطة ضعف لازم نحذر منه لازم مصادر التمويل مثل ما قال الأستاذ حسن مصادر التمويل لازم تكون متشعبة يعني عندك الماركتينج التسويق الإرادات من المبيعات وكله عندك التذاكر عندك الرعاية وعندك البس التلفزيوني إذا لم ينتظم تنتظم هذه العجلة في خلل بده يجي حدا تاني يدخلك الأموال إلى أمتى بده لدخل الأموال إذا منا ماشي العجلة سنة سنتين ثلاثة وبعدين هناك أمر كتير كتير دقيق أنا بدي أقوله ما عليش يمكن يزعلوا مني أنا محب لكرة القدم وأنا عاشت 16 سنة بالإمارات وكتير بيحترم التجربة الإماراتية بدي أحكي لكل العالم يا أخي بأمريكا تالي ما نحكي عن الإمارات بأمريكا ليش مش ناجحة كرة القدم لماذا؟ لأن ما في جمهور عند الرجال لماذا ناجحة كرة السلة الأمريكية كرة القاعدة كرة القدم الأمريكية يعني الـ NFL لأن في جمهور في كل بساطة لأن في شعبي في شعبي في شعبي وفي جمهور بالملاعب إذا ما عندنا جمهور لا تتسلم يعني أنت ما تبسو شي زيادة ما تستثمر إلا عقد بساطك في مثل في لبنان عقد بساطك مدرج لك صحيح الأد عندك هالقد عندك أنت مقومات صرف الأد بس يصير عندك أكبر جمهور أكبر قاعدة أكبر صرف أكثر ما تشري تصرف ثلوس وما في مردود لأن هالخزين قد ينفخد بالنهاية صحيح طيب إحنا مثل أي مؤتمر أو منتدى لما يتم طرح موضوع مهم مثل اللي طرحناه اليوم أنا أعتبره يمكن موضوع عميق ونقل لتجربة ومحاولة تبسيطها إن شاء الله نكون مفقنا فيه دائما مع نهاية المؤتمرات في ما يسمى بالتوصيات بسمع من حسن بعدين بسمع منك سيد رايد كيف نبدأ إذا ما أردنا تطبيق هذا الأمر من أين نبدأ وكيف نبدأ مقارنة بالتجربة الألمانية اللي أثبتت نجاحها على مستوى العالم أبدأ مع حسن نقاط بسيطة أنا أضعها في ثلاث محاولة رئيسية مرحلة الأولى دراسة الواقع وزيارة أغلب الاتحادات الناجحة والتي طبقت نظريات ونجحت بس مش زيارة عن بعد دوا لا مش لا لا هذه لازم تكون لها مدروسة تروح دول أقل منك ودول أعلى منك عشان تقيم أنت أين موجود سوى يكمبارك نعم صحيح يكون فيكم بارزن واضحة في دراسة الجدوى بعد ذلك تروح للتجربة الألمانية وتأخذ منها ما هو يناسب طبيعتك الثنين أن يكون زيادة شعبية اللعبة هو الشيء الأهم في الخطة الاستراتيجية زيادة عدد المدربين زيادة عدد اللاعبين زيادة عدد الأكاديميات اللي هم عناصر نجاح اللعبة ثلاثة بأن يتغير نظام الأندية أن تصبح 51 زائد 1 51 للحكومة و49 للمستثمرين بمعنى سين من الأندية 51 بلمية يكون للحكومة لضمان أن هذا النادي التاريخي اللي يسمى من الستينات سبعينات أو من الاربعينات موجود ضمان منشأتها وتبعيتها وهذه تكون موجودة بالإضافة إلى أن ندخل شركات مثل اتصالات وإعمار وشركات اللي كانت موجودة لذلك أنت الآن تضمن أشياء أخرى أنك تنتج أنك تكون تحافظة على الهوية الحكومية للأندية أن تدخل الشركات وأن أعناصر اللعبة موجودين كل ذلك محتاج استراتيجية وطنية ويكون فيها الحكومة هيئة الرياضة اتحاد الكرة رابطة المحترفين نحن لا نطلب من شخص واحد لأن هذا الشيء باسم دولة الإمارات أو باسم السعودية كما قلنا لا يوجد عراب للكرة الألمانية لا يوجد عراب للكرة الألمانية العراب هي الكرة الألمانية لأن مشروع وطني ممكن على ما ذكرت لو تجتمع كل هذه الأطراف مثل ما شفنا في كثير من مختلف المجالات هنا في الدولة ولما طلب أن يتم عملية عصف ذهني واجتماعات وتفكير خارج الصندوق حصلت في كل شيء ما عدا في الرياضة فلابد أن يكون خطوة جادة سيد رايد أسمع منك من أين نبدأ وكيف نبدأ لنقارب التجربة الألمانية وانصحة العبارة نستنسخر بنظري وافق معظم ما قاله الأستاذ حسن ولأ أقول لكم بشي بختلف معه بنقطة واحدة بس بس بالبداية بدي أقول أنه الرياضة كما كل القطاعات في العالم تطورت وتقدمت أصبحت أمور محترفة حتى ابني هلأ يدرس في جامعة هنا في كندا الإدارة الرياضية سبورتس بيجنس مانجمينت صحيح نصاص حتى بإدارة الرياضة وكيف تباع الرعاية وكيف تخطط كل هالأمور هايدي هايدي شغلة بدك اختصاصيين بالأول مش ناس مهما على شأنهم مع احترامي للجميع بدك داعمين كتير من يحي يتفضلوا داعمين بدك جهات حكومية منخرطات تتفضل ولكن المسؤولين التنفيذيين يجب أن يكونوا أخصائيين واحد هايدي من رأس الهرم اثنين على القاعدة يجب بناء القاعدة الأكاديميات اللاعبين الصغار يجب يجب تحفيزهم يجب جذبهم بطريقة أو باخرى عندك ناس أخصائيين يجو بالتسويق بالإنجاجمنت كيف تخرط الجمهور تيجي يمارس هالرياضة يمكن منشآت تعمل منشآت أكتر قريبة منه من البيوت أو بالمدن إلى ما هنالك وأنا مع الدعم الحكومي بطريقة محددة وقالت لك كيف أنا هيدا النقطة اللي أختلف فيها مع الأستاذ حسن أنه ضد أنه فكرة الحكومي تمتلك نحن مش مع التأميم نحن باقتصاد حر بتعرف ودبي والمملكة عدوا اقتصاد مزدهر وحر ونحن مع التوجيه الحكومي والدعم بميقات معينة بطريقة معينة وليس بامتلاك الأندي الأندي يجب أن تكون أندي عند جمعياتها العمومية وأندي مبدئيا مستنبطة من العالم من الجمهور وليس مفروضة من الحكومة يعني إذا في أندي ما عنده شعبي أو ما عنده مقومات العيش أنا ما عندي مشكلة ما عليك يمكن يزعله مني أنا ما أعطى قليص عدد الأندي بالدرجة الأولى سكوتلندا سكوتلندا في 12 فريق بالدرجة الأولى ما في 20 فريق عندك فرق فريقة لازم تضل قوية أفضل ما يكون عندك 30 فريق أو 20 فريق ضعاف يعني هالأمور أنا معه بتحديد الميزانية بتحديد إذا بدك تعمل سقف للأجور أنا معه سقف للأجور مش يصرف النادي مثل ما بده ويجيب بيستطب لأن عندي أنا متمول ونادي تاني ما عنده حق تذكره ليروح يلعب بمدينة أخرى بالطيارة هاي أمور كتير عم نشوفة أنا معها الأمور هايدي ومتل ما قلت لك خطوة خطوة بده وقت بده وقت لا تأتي بين ليلة وضحاها بده وقت لا نحصد النتائج جميل أنا أشكركم جزيل الشكر وأتمنى أن يكون سواء المسؤولين أو حتى المنضوين تحت مظلة كرة القدم في منطقتنا يعني على الأقل لو كنا قدمنا لهم شيء والجمهور بالذات يجب أن يستوعب أن الأمر ليس فقط أن تفرح بتوقيع مع لاعب أو تطالب بإقالة مدرب موضوع أكبر من ذلك يجب أن تكون مشاركتك لها تأثير على الأقل شكرا أستاذ رايد جرجس شير السابق لنادي ميونخ 1860 على حديثك إن شاء الله لنا لقاءات أخرى أعطيك العافية الله يعافيكم تحيات وإذن شكرا لك حسن الجسم أعطيك العافية شكرا أبو محمد حلقة جميلة شكرا